اشتركوا في القناة تعالى نشوف الفورم بتاعها ازاي كون جملة باستخدام used to اول حاجة عندي subject used to زائد الفعل في المصدر verb plus infinitive الsubject ممكن يكون ضمائر فعل او اي استمن ضمائر فعل اي هي شيء ات يو ويذي قول اسامي زائد اميرة او احمد تعالى نشوف المثال هنا used to معنى انا كنت متعود اعمل حاجة في الماضي واسد الوقت بطلت عملها يبقى انا كنت متعود ازاي كر فرنسي كل يوم ولما كنت في المدرسة تعالى نشوف استخدام used to اول استخدام عندي هو التحدث عن عادات كانت بتحصل في الماضي ولم تعود تحدث يعني حاجة كانت بتحصل كنت متعود اعملها على طول في الماضي بس دلوقت بطلت عملها هي كانت متعودة تاكل حلويات كتير ادي عندي شيء subject used to والverb حطيتو في المصدر هي كانت متعودة تاكل حلوة كتير بس دلوقت بطلت تاكل حلويات خلص تعالوا بقى نشوف الاستخدام التاني بتاع used to اشياء كانت حقيقة في الماضي لكنها لم تعود كذلك يعني زي اميرا used to have long hair اميرا كان شعرها طويل لكن دلوقتي اميرا شعرها قصير دي حاجة كانت حقيقة في الماضي بس هي مش حقيقة دلوقتي انا هنا عندي نود بتقول وغالبا نود دي لطلاب صنوي ان would بتساوي used to يعني ان فاستخدم would ما كان used to بس في حالة الاستخدام الاول بس بتاع used to لو هو التحدث عن عادية كانت بتحصل في الماضي او لم تعود التحدث من فاشا استخدمها في الاستخدام التاني لو اشياء كتحقية بس خدمة بس مع الاستخدام الاول زي she بدل انا عندي she used to eat a love candy تبقى she would eat a love candy وتديني نفس المعنى عندي النوت التانية بتقولي ان used to ملهاش present form يعني من فاشا اقول i used to do لا انا ما حب اتكلم عن عادية كانت بتحصل في الماضي هستخدم used to زي i used to play football انا كنت متعود علعب كورة في الماضي دلوقتي مش بلعب لكن لو انا عايز اقول انا متعود علعب كورة دلوقتي استخدم present simple اللي هو i play football انا هنا قبل ما ندخل على شرح negative والquestion لازم ابقى عارفة ايه هي الافعال المساعدة اللي ممكن استخدمها انا عندي verb to do اللي هو i بتاخد do you و they بياخد do هي شوقت بتاخد does في الماضي كله بياخد did verb to be i بتاخد am he وشوقت بتاخد is you و they بياخدو are وفي الماضي اما واضي اما where عندي كمان verb to have تعالوا بقى ندخل على negative والquestion اول مسايل عندي اللي هو هنثبته عشان نبقى فاهمين she used to eat candy كان متعودة ايكل حرويات المفروض اجيب فاهم المساعد عشان اعمل negative او الquestion فالفاهم المساعد بتاع الماضي اللي هو did هحطه فين؟ هحطه ورا الفاعل تبقى she did used to eat candy هنا في حاجة ضغيرت عندي انا جبت ماضي من عندي واردي كان فيه ماضي في الجملة نفاشي بقى عندي حاكتين اتنين ماضي حاجة انا زودتها من عندي يازم الجملة تحافظ على شكلها الاساسي فدت اعتبرو بالطاقي بياخد الماضي من use وبقى هو بدلها الماضي تبقى she did used to eat candy والجملة دي عندي اسمها جملة تأكيد لو انا عايز اعمل لها نافي هتبقى she didn't use to eat candy انا هنا حطيت نقط جنبة that she didn't use to eat candy تعالوا نشوف هنعمل question ازاي سؤال بهل نرجع لجملة تأكيد she did used to eat candy واعمل ماقص بين الفاعل والفاعل المساعد تبقى did she use to eat candy did she use to eat candy سؤال بهل وليجابي اما yes she did أو no she didn't طيب لو انا عايز اعمل سؤال باداة استفهام بجيب اداة الاستفهام وارجع للسؤال اللي انا عملته بهل واخده بنفس الترتيب وحط وراء اداة الاستفهام ما عادة كلمة candy لان كلمة candy دي هي الاجابة من فاشحة في السؤال بقى what did she use to eat هي كانت متعودة تاكل ايه تعال اقول لكم طريقة سهلة نحل بيها الاسئلة وتبقى اجابتنا كاملة اول حاجة هعملها اني هشيل اداة الاستفهام ولو عندي فعل مساعد كمان هشيله لانه مش من اصل الجملة فهشيل what وهشيل did وخلي بالي لما شيل did هي كانت اصلا واخد الماضي بتاع الفعل فارجع الماضي للفعل تبقى بدل use هترجع تبقى used فانا بقى الايجابة ابتديها ازاي she used to eat candy وكاندي هي الايجابة تعالوا بقى نشرح get used to be used to بطريقة صحلة وبسيطة احنا فلناعتبر ان انتم كنتوا عايشين في المدينة حدية ونقلتوا المدينة زحمة ودوشة فyou are not used to the noise انت مش متعود على الدوشة بس هتبتدي واحدة واحدة يوم ما تاني you get used to the noise تبتدي تتعود على الدوشة طول ما عندي يكتب انا بتعود على الدوشة لما تعود عليها خلاص وبقى متعود اقول I am used to the noise انا متعود على الدوشة I am used to the noise تعالوا نشوف ازاي اكون جملة باستخدام get used to باستخدم subject get used to والنعون لو انا عندي اسم subject مثلا اللي هي طمائر فعل ونشوف تصريف verb to be وراه I am getting used to the noise I am getting used to the noise انت لسا بتعود على الدوشة ممكن اقول you are getting used to the noise انت لسا بتتعود على الدوشة وخلي بالي انتو من عندي am و are وراها الفعل هحطر له i energy عشان كده هعملت getting ممكن المساعد التاني يبقى she is getting used to the noise تعالوا نشوف الشكل التاني انه بدلا ما يبقى عندي اسم فعل مضاف له i energy تبقى I am getting used to working hard انت لسا بتعود على العمل بجد I am getting used to working hard you are getting used to working hard وشي is getting used to working hard تاني شوف بي used to بكونا هزلي subject بي زايد used to زايد النون اتبقى I am used to the noise انا خلاص متعود على الدوشة او you are used to the noise انت متعود على الدوشة او she is used to the noise لما يبقى عندي فعل مع used to بحط له ing I am used to working hard او you are used to working hard she is used to working hard طيب حد يقولي ازاي انا هحط وراتو اللي بيقي وراها الفعل في المصدر فعل مع ing هقولك stop to هنا مش جزء من الفعل work to هنا حرف جر preposition فعادي الفعل اللي وراها يجي معي ing وطول ما انا عندي be اللي هي am او is او are او get يبقى الفعل وراها معي ing على اعتبار ان انا لسه بتعود او انا متعود هنا تعالى نثبت مثال ونشوفه في الثلاث حالي I used to study for hours انا كنت متعود اذاكر لساعت انا دلوقتي ما بذاكرش لساعت انا كده ان الكلام ده حصل في الماضي او كان عدة كانت في الماضي لما اقول I am getting used to studying for hours انا بتعود على المذاكرة ساعت لو انا دخلت طب محتاج لمذاكرة كتير وانا مش متعود فانا لسه بتعود I'm getting used to studying for hours اني سبتعود على المذاكرة لساعت لما اتعود بقى يقول I am used to studying for hours انا خلاص متعود اذاكر لساعت وهنا لما قلنا زي ما قلنا ما يبقى عندي get او am او is و are الفعل وراهم هياخد ing معندي شيبقى الفعل في المصدر زي اول مثال ده كان درسان النهاردة اتمنى تكونوا فهمتوا لو عندكو اي اسئلة سيبوا حليه تحت في الكومنت لو عندكو اي طلبات لشرح grammar برضو سيبوه لي في الكومنت اتمنى كونوا استفدتوا تنسوا اجتملوا like و share مع السلامة